بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو يوم جديد في حالة التخبط التي تعيشها الكرة المصرية والقرارات العشوائية وعدم مراعاة اللاعبين وعدم مراعاة وعندما يخطأ المسؤولين يتوارو ولا يظهروا إلا ببيانات مقتضبة أصد هنا مكفحة المنشطات اللي أصدرت قرارا بإيقاف النجم رمضان صبحي لمدة طبعا تزيد على التلات شهور لحين طبعا الفصل في العينة الخاصة به واتهامه بإيجابية العينة واتهامه بأنه هو طبعا العينة فزدة واتهامه بأمور كتيرة جدا جدا تسببت في إيقافه تسببت في حرمانه من اللاعب مع بيرامدز وتسببت في عدم استفادة فريق بيرامدز المنافس الأول على بطولة الدوري مع النادي الأهلي تاني بيرامدز للي ما يعرفش للي تفاجئ إن بيرامدز هو متصدر جدول الدوري ولأول مرة أو لتاني مرة بيدخل بيرامدز منزو إنشاؤ في منافسة قوية جدا جدا على بطولة الدوري مع النادي الأهلي طبعا اللي بيواصل الانتصارات مبارح بالفوز على مدر سبورت في مباراة كان فيها النادي الأهلي هو الطرف الأفضل والطرف الأقوى في المباراة واللي كان لديه إصرار كبير على حصد النقاط الثلاث وبالتالي طبعا الأهلي لسه في مباراة مؤجلة لكن المهم يعني نرجع لرمضان صبحي بشكل أو بآخر وقت ما صدر القرار الغريب بإيقاف رمضان صبحي اللي لم يتم الإعلان عن حيثياته ولا عن أسبابه بعض الجماهير وبعض وسائل الإعلام احتفت بإيقاف رمضان صبحي وهل الأمر كان وقتها يتعلق بأن رمضان صبحي بيلعب في بيرامدز ولا رمضان صبحي كان فعلا الإيجابية الخاصة بالعينة بتاعته تسببت في إيقافه ثم فجأة وبدون مقدمات أعلنت مكافحة المنشطات برفع الإيقاف عن رمضان صبحي ودون إبداء أي أسباب وحسب ما تم الإعلان في بيان رسمي أن بعد ما نمى إلى اللجنة أو مكافحة المنشطات بالحصول على التقرير الخاص بلجنة الاستماع فجأة أن رمضان صبحي طلع بريء وفجأة أن رمضان صبحي ما عليهوش أي اتهمات وهنلاقيه في مباريات بيرامدز المقبلة بعد أن فقد بيرامدز جزء كبير من المنافسة على بطولة الدوري ومن الاستفادة برمضان صبحي ما ليش دعوة ما ليش دعوة بقى بيرامدز ياخد الدوري الأهل ياخد الدوري يعني في النهاية الموسم اللي إحنا فيه ده ما يخليش اللي هياخد الدوري يبقى فرحان بيه ده أساسا باللي إحنا بنشوفه بالقرارات العشوائية بالقرارات الغريبة بالأزمات بالمشاكل بالمؤجلات اللي عالكيف بكل حاجة في الدنيا بالأخطاء التحكمية بالأخطاء المدربين بكل اللي إحنا بنشوفه فيه من قرارات سواء خاصة من لجنة الحكام برئاسة بيريرا أو برئاسة محمد فاروق أين كان فيهم يعني اللي بياخدوا القرار نفس الأمر القرارات الخاصة بربطة الأندية والمؤجلات دلالسة أقول لكم على مفاجأة تانية مفاجأة جميلة أوي خاصة بالمنتخب الوطن لكن هرجع وأقول لك أنا مش فارق معايا خالص مين اللي هياخد هذه البطولة اللي مش عايز أقول وصف دقيق ليها وهي بطولة هي الأغرب في تاريخ الكرة المصرية الأغرب من كل شيء من المشاكل من الأزمات من الاندعاءات وانتهى بينا لكرثة طبعا برحيل النجمة أحمد رفعت ثم كرثة أقل وأخف من رحيل أحمد رفعت هي كانت إقاف رمضان صبحي دون أن نعلم الأسباب سواء برافع الإقاف أو بإقافه عموما رمضان صبحي طبعا واجه معاناة كبيرة نفسية خلال الأشهر الماضية بعد قرار إقافه بعدما كان مهدد أنه هو ممكن يتشطب حسب ما تم تسريب بعض الأخبار بعدما كان فيه احتفالات على السوشيال ميديا بمعاقبة رمضان صبحي ولا أعلم إذا كانت معاقبة رمضان صبحي كانت خاصة بالعينة اللي تم الإعلان عنها أنها فسدة أو أنها إيجابية ولا بيتم معاقبة رمضان صبحي لأمور أخرى بيعاني منها من سنوات رمضان صبحي تتفق أو تختلف معاه بيلعب في بيرامدس بيلعب في الزمالك بيلعب في الأهلي بيلعب في الإسماعيدي بيلعب في أي فريق رمضان صبحي هو واحد من أهم النجوم وأهم المواهب اللي موجودة في القرى المصرية خلال السنوات الماضية بسهولة بجرة ألم كان ممكن أن احنا كلنا نفقد موهبة في ملعبنا بقدر رمضان صبحي النجم الكبير اللي وفقاً لمنظمة أو مكافحة المنشطات أعلنت يعني إمكانية طبعاً مشاركته مع فريق بيرامدس في المباراة المقبلة واللي بيتم تجهيزه دلوقتي للمشاركة أساسياً في مباراة النادي الأهلي خلينا نروح لدكتور شهاب صدي رئيس الجهاز الطبي في نادي الاتفاق الشباب السعودي والباطن السعودي السابق وافهم منه اللي احنا فيه ده سببه إيه ووصلنا لهذه الأزمة الخاصة برمضان صبحي بأي حق أو بأي سبب